السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اخونا حسن ايضا وصانا بوحد القضية هي المحبة بالخوت لا حول ولا قوة الا بالله وهذه مصيمة كبرى تعاني منها حياتنا الاجتماعية المغرب دينات بالدل السبعينات والثمانينات وفستينات خلاص كان المغرب معرفين ان هناك واحد تأذر واحد المحبة قوية بالخوت الخوت عندهم واحد المحبة قوية الكبير كيرحم الصغير والصغير ميه الزعيني في الكبير رحمة كبيرة وكانت العائلة تحرص على ان تبقى مجتمعة دائما مجتمع لا تكتفرق كيتجوجوا الوليدات وكيتجوجوا البنيات وكيتلقوا على الاقل معروف المغاربة يوم الجمعة كيتلقوا بعضيتهم لاخوت الخوتات وخمز وجين الفتيات بازواجهن والذكور بزوجتهن وبالاولد الجميع وكيتهبوا وكي يزوروا الوالدين وكيتكن يوم الجمعة يوم مبارك صنعة الكسكس والطعام والإكرام والمحبة يوم عيد عظيم هذا المشهد نكاد نفقده في مجتمعنا ولو الخوت كل واحد صاد في جهة البعض يشقرق والبعض يغرب بل الأدهى والأمر اللي مشى للمحكمة غدلق بأن معظم القضايا اللي في النزاعات بين يدي القضاة والمحنين دي الخوت الآخم داعي ماخته والأخت داعي أخوها والد العم داعي ولد عمه والخان داعي ماخه الناس بعضيتهم دمهم ولحمهم واحد القاضي صديقي واحد مرة قال لي حشمت قال لي المدعي اسمه كذا والمدع عليه نفس الاسم والشهود نفس الاسم يعني عائلة بعضيتهم مضاربين فيهم الظالم وفيهم المظلم وفيهم الشهود ونقضي الشهود أعود بالله من شهد الرجيم من الذي أصابنا رأى مغربونا كان هذه واحدة ثلاثين سنة في عهد المسيرة رأى كان مغرب أخر كانت الرحمة وكانت تسامح وكانلقى المسلم والناس كيتلقوا على الأكلة على قد الأقسم الله كي يكلوها وكيتفاهموا عليها ولكن الورد كتلقى كله يقول لي تشوف سيروا خيطوا وفصلوا واختاروا واللي شط عليكم أعطيوها لي ما يكيد زيدوا في الورد ما يكيد زيدوا في عسابات اليوم كالقوا بعض مرات حتى الولاد باقي ما تزوجوش باقي مجموعين في ضربهم وضربهم وبنتهم نزاعات وبنتهم غيرا كيتقول لي كذاك الكبير منفقت عليه بالزاف صيفت خارج أرض الوطن وصرفت عليه أموال طويلة كثيرة وانا قررت نغير داخل أرض الوطن إذا يخصدين معنا المساواة ترد عليها لك شيء صرفت عليه ولا يقول لي أنت قرأ في مدرسة حرة ومدرسة عمومية وكثير من الحسابات الفارقة حتى صار العدو والبغضاء وش حمل واحدا من الخوت جاءت نهنا لإداعك يقول لي يبغتك توقف معايا ممشي للمحكامة أش بغيتي بتنرفع دعوة على نفسي نحيي نفسي من الحالة المدنية أعود بالله بش نراجمه ولاش قال لك باباش نتبعت مع ذوك الخوت أش داره ليك شوف سيبنا يوسف عليه السلام أشفع له لي خوته ومع ذلك في آخر لقاء قال لهم لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم علمنا الله تعالى أن نبي الخوت دي من قولوا لا تتريب عليكم خوة أو أختي ما تحسبوش ما كان حساب بين الأخيار والأبرار الله يسامح في الدنيا وفي الآخرة ما تديدك الخير وعندك تسحب غد تختص عندك تسحب غد تفكر بالعكس عاد غد تغنى اللي عنده الخلق دي للتضحية وعنده الخلق دي للتنازل مع الإخوة ديالو وعنده خلق التسامح مع الإخوة ديالو وعنده خلق الرحمة بالإخوة ديالو عندك تقول هذا ما عنده ظهر ما عنده نفس قليل شخصية ضعيف شخصية بالعكس هذا هو اللي ربي عز وجل سيفتح له باب الرزق باب العطاء باب الكرم باب الجود باب العزة يعطي الله العزة لا حول ولا قوة إلى بالله أخينا حسن من مقونا أسأل الله الواحد لحد أن يعم المحبة والمودة بينكم وبين الإخوة جميعا ذكورا وإناتا اللهم ألف بين القلوب واصلح نات النفوس اللهم أنزع من الصدور حضهم من الدنيا من الكراهية والبغضاء والعداوة واملأ القلوب محبة وإيمانا ويقينا ورحمة يا ربي ألف بين قلوبنا جميعا كما ألفت بين الأنصار والمهاجرين يا ربي ألف بين صدورنا وأرواحنا كما ألفت بين الكتاب والسنة واجعلنا جميعا على كلمة سوا أخي حسن شقيقتك كتقول بأنها كتشوف في المنام رؤى وأنك تطير في السماء وأنك تصليك جيال نعس هذه الأعراض لذكرتي أخي حسن هي المرأة التي تعاني من سحر المسحور من الأعراض الظاهرة فيه أنه يرى نفسه يطير في السماء ويكاد يسقط على الأرض طيران مشي طيران فيه نعيم حسن الطيران لكان فيه نعيم وشف الأجواء جميلة والسماء زرقاء والسحب بيضاء ناصعة البياض والجول مبهج هذا معنى ارتقاء في المقام وحج وعمرة يناديه أما من كان يطير في السماء ويسقط على وجهه وخيف ومخلوع والأجواء غير مريحة معنى أنه مسحور وكذلك الذي يصلي وعند صلاته إما أنه يشعر بوحد الخلل في جسمه أو أنه يتفوه كثيرا أو أنه يغيب عن الوعي كل هذا الدليل لأنه مسحور العلاج بيصير جدا العلاج هو أن المعني بالأمر هذا المريض أو هذه المريضة يقرأ في الصباح والمساء الإخلاص والمعودتين الإخلاص والمعودتين يقرأهما ثلاث مرات أو سبع مرات أو إحدى عشر مرة في الصباح والمساء عند شروق الشمس وعند غروبها لأن الصناعة السحرية إنما تتم عند شروق الشمس في الليل قبيل الفجر أو تتم بعد غروب الشمس أو عند سفرار الشمس بعد العصر الصناعة السحرية كتتم هكذا هي صناعة هي علم يعلمون الناس السحر علم له قواعد له أصول ولكنه كفر بوح ما لهم في الآخرة من نصيب العلاج هو أنك أثناء عمل السحر عند شروق الشمس وعند غروبها تردد بأعماق قلبك وبعظمة لسانك تقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد كررها ثلاث مرات سبع مرات أو إحدى عشر مرة الإخلاص تقوي فيك الإيمان وتقوي فيك اليقين ثم المعودتين هي صوت الفلق الفلق يعني ربي عز وجل لا يفلق عمل الساحر الكتلة التي يقوم بها ربي يقسمها نصفيني قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد يقول العقد يعقد عقدة مع عقدة مع عقدة وكتعقد لك الحياة من شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد دك ليه يبقى حسدك حسدك على جمالك على طيب وبتك على الخير لعقدك مولانا حسدك يقول لك أنت لي عطاك الله وما يقول تبارك الله الله يحفظنا وإياكم يقرأ أيضا الفلق ثلاث مرات أو سبع مرات أو إحدى عشر مرة ثم يقرأ بعد ذلك سورة الناس قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وذو مرض العصر المرض دي العصر اللي عندنا منتشر ممكن أن أقول جازما أكثر من 65% من الأمراض النفسية اللي يعاني منها المغاربة والمجتمع الدولي كله في هذا العصر دينا هو الوسوسة شحال دي الناس ما عندهم لا مرض لا والو ما عنده لا اكتئاب ما عنده لا قلاق ما عنده احتف فكرة اللي قدر لي في الدهن دينا ما عنده والو اللي عنده الوسوسوس الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هاد الوسوسوس ما حدو معك ربما ينفع طبيب هاتمشي عند الأطباء هاتمشي عند الناس دي لك دول الكوتشين هاتمشي عند الروقة ما غيرنفع ما غيرنفع منه إلا أنك تبقى تذكر الله تعالى وتقلق الأعود برب الناس من شر الوسوس الخناس ربي يسمى خناس كي يخناس الذي يوسوس يبقى يوسوس اليوم وغدا كي يجي كيدخول عنده هو فنان هو دكي كي يخلق لك وحد الفكرة وكي تجيك أفكار ذهنية وكي تجيك خواطر وكي يبقى داخل معك يفصل وكي يبدأ يخيط وحتى يوصل معك للقمة وكي يمسكك من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يوصل الصدور من الجنة والناس في الجن وكي تحتى الناس في البشار القيل والقال حب الكلام فنسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا ببركة هذه الآيات هذا حسن حصين أيها الأحباب الكرام خصنا جميعا نقروها في الصباح والمساء الإخلاص والمعودتين وإذا زدت سورة الكرسي كان أفضل كتسمى آية الحفظ ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم آية الكرسي عظيمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم هي أعظم ما في القرآن القرآن الكريم كل عظيم وأعظم ما فيه آية الكرسي كتسمى آية العرش الله لا إله إلا هو الحي القيوم فيها اسم الله الأعظم الحي القيوم هو اسم الله الأعظم وفي ختامها ولا يؤده حفظهما محفوظ مالك محفوظ صحتك محفوظة ولادك محفوظين بيتك محفوظ أهلك محفوظين سمعتك محفوظة وكل ما عندك محفوظ بحفظ الله هذا هو التأمين الحقيقي التأمين مش دائما لأنخيرات في الشركات لعند أسهم وعند أموال التأمين الحقيقي الرباني اللي تأمين على الحياة تأمين على الأموال تأمين تأمين على التجارات تأمين على البيت تأمين على الأولاد وهو أنك تقرأ آية الكرسي فإن زدت علي السورة الفاتحة فتح الله لك الأبواب المغلقة وصرت في الدنيا وكأنك تعيش سائحا تعيش الدنيا سعيدا تعيش في الدنيا بعيد عن الهم والغم لا يهمك الخلق أبدا لأنك مرتبط برب الخلق سبحانه وتعالى يحفظك ويرعاك ويألكك أخي حسن من مجونة حفظك الله ورعاك الله وجمع الله شمل العائلة والأحباب والدرية وبرك الله في الجميع بجاه النبي الشفيع اللهم أمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا